بسم الله الرحمن الرحيم معك أستاذ طهر أحمد سنشرح مراجعة ثلاثة امتحان فرع الهندس ثالث وفي الثالث اللي هي باعدادي وناخد البراهين المهمة جدا اللي ممكن تجي في الامتحان يلا بينا اول برهن عندنا بيقول لنا في الشكل المقابل الف بيساوي الف جيم نثبت انا قياس القوس به دال بيساوي قياس قوس هه جيم طب هذبت ازاي نقياس القوس به دال بيساوي قياس القوس هه جيم هbright sight هو المواطنة عندي الالف بيساوي الف جيم وبالتالي بدأ يبقى مصالحsm متساوي السرقين وزاوية اتناقادة اتناقاب بعد引ي حالي الم هالبيه ويحب اعطي معنال الف بيساوياي ازاي قياس ز causa به بتساوي قياس الزاوي جيم طبعا زاويه تقبل يقابل قوس دال هه جيم والزاويه جيم بقابل قوس هي دال به. اذا قياس قوس به دال هي بساوي قياس قوس دال هي جيم. وبحسب قوس المشترك اللي هو دال هي او بطريح دال هي من الطرفين. فقط لدينا ان قياس قوس به دال بساوي قياس قوس هي جيم. وهو المطلوب اثباته. سؤال للا بعد. قلنا هاي سين بتساوي صاد واو. هزبت انه الف بهم بساوي جيم دال. طب ازاي يعملها المسألة داي? حتى تجيب المعطلة اللي عندي. بتساوي الصاد واو. وميم هي بتساوي ميم واو. عشان دول انصف اكتر. ازا ميم سين بالطرحة طبعا. فازا ميم سين بساوي ميم صاد. وتلا ما عمين سين بتساوي ميم صاد. وميم سين عموديه على الاف به. وميم صاد عموديه على الجيم دال. ازا الوطريين الف به بساوي الوطر الف جيم. واحد السؤال اللي بعده. الف هي بساوي هي دال. اثبت ان هي بيساوي هي جيم. اثبت هزاي ده. هتجيب المعتبر دول موجود. مش الف هي بساوي هي دال. يعني ده مسلس متساوي الصاقين. يعني قياس زوية الدال بساوي قياس زوية الالف. وبما ان قياس زوية الدال وقياس زوية البي مشتركان في القوس الف جيم. وقياس زوية الالف وقياس زوية الجيم مشتركان في القوس دال بي. ازا قياس زوية دال بتساوي قياس زوية بي. وقياس زوية الف بتساوي قياس زوية الجيم. فبالتالي من كل الكلام ده ازا نال قياس زوية البي. هيتساوي قياس زوية الجيم. فبالتالي مثل البعض هو الف بيه قطر في الدائرة وهي منتصف الف جيم. وهي ده المماسل الدائرة عند به. يثبت ان الشكل ميم هي دال بيه شكل رباع دائري وان قياس زاوية الدائرة بيثوية اثنين قياس زاوية العلف. اول حاجة عشان اثبت ان الشكل رباع دائري عندك هي منتصف الف جيم فمعنى كده ان ميم هي عمودي على الف جيم. كده كده ان قياسة المية بها كده بتسعين درجة قليل في هذه المحاس للدائرة. فبالتالي قياسة المية بها متقابلاتين ومن اragtها من دائرة متقابلاتين. تمشتم عهادية لتحتام later pi S. و인가 بها بها Daniel دي زاوية current عن شكل الربعة دائر. الفقياس الزاوية الخارجة بتساوي قياس الزاوية المقابلة المجاورة لها. وبالتالي زاوي rium син بتساوي قياس زاوي دائل. وعندنا قياس زاوية بيميم سين بتساوي نص ايضا بتساوي ضعف قياس زاويه الاف ليسين الاف به عشان مشتركين فقوص باسين. بيتساوي الدال. والميم ضع في الالف. بالتالي الدال هاتبقى قية زاوية الالف. آآ قية زاوية الدال هاتبقى دع في قيانة زاوية الالف وهو المطلوب. المثال بيقول في الشكل المقابل دائرة مركزها ميم. قيانة زاوية ميم الاف به بتساوي 500 درجة عايز تقايا زاوية الجيم. اول حاجة عبتتجي بالمصالة السوارة اللي هو ميم الف بي. عندنا ميم الف بتسوي ميم بي يعني ده مسلس متسوي استقيل. فيبقى قياة زاوية الالف الميم الف بي بتسوي قياة زاوية الميم بي. الف بتسوي خمسين درجة. وطبع المسلس مجموعة زاوية مية وتمانين درجة. فيبقى مية وتمانين نقص خمسين زاية خمسين بيستلعب تمانين درجة اللي هي زاوية الميم. يبقى انا قدر اوصل لزاوية الميم. بما ان قياة زاوية الميم وزاوية الجيم مشتركان في نفس القوس الف به. فبالتالي قياس زاوية الجيم هتبقى نص قياس زاوية الميم. فبالتالي هتساوي اربين درجة وهو المطلوب. اثباته. السؤال اللي بعده بلنا في الشكل المقابل اثبت ان المثلس الف دال الجيم مسلس متساوي الساقين. ووقت قياس زاوية الف دال الجيم. بما ان الف بالجيم دال ده شكل رباع دائري. طبعا عارفين من صفات الرباع الدائري ان قياس الزاوية الخارجة بساوي مقابلة المجورة لها. فقياس الزاوية الخارجة اللي هي الف بهيه بمية. يبقى قياس زاوية الف دال الجيم اللي هي المقابلة المجورة لها هتطلع برضو بمية. يبقى قياس زاوية دال بمية. بما ان المثلس ده متساوي الساقين. وزاوية دي بمية وزاوية دي باربعين. يبقى زاوية التال تأكيد انا اجماعهم اترحهم من مية وتمانين فهتطلع باربعين درجة. فبالتالي عندنا زاويتين قد بعض اللي هما الالف. والجيم يبقى المثالث ده متساوي الساقي. تاني طلب عايز قياس القوس الف دا الجيم. طبعا قياس القوس الف دا الجيم عشان اقدر اجيبه. زاوية المحيتية اللي هي زاوية الالف دي باربعين يبقى القوس دا الجيم برضو. هيبقى ضاعف في الزاوية المحيتية فيطلع تمانين. والجيم دي باربعين يبقى قياس القوس المقابل لها برضو ضاعفة هيبقى تمانين. يبقى الالف دا الجيم هيبقى ثمانين في اتنين هيطلع بمية وستين درجة. في الشكل المقابل قياس زاوية الف بيساوي تلاتين. وقياس القوس هيه جيم بيساوي مية وعشرين. هيوجد قياس القوس به ده للاصغر. واثبت ان الف به بيساوي الف ده. اول حاجة عشان اعرف اعمل حل المسألة دية طب لازم اعرف تمرين مشهور كويس او. تمرين مشهور هنا تمرين مشهور اتنين ان زاوية الف بيساوي نص الفرق ما بين القوسين هيه جيم مهدال به. يبقى قياس زاوية الف بيساوي نص قياس زاوية تهجيم نقص قياس القوس به ده. يعني بيساوي تلاتين بتساوي نص مية وعشرين نقص قياس القوس به ده. حاضرة في اتنين يبقى ستين بيساوي مية وعشرين نقص قياس قوس به ده. يبقى قياس القوس به ده هيساوي مية وعشرين نقص ستين. هيطلع بيساوي ستين درجة. قياس قوس به ده الأصغر هيطلع ستين درجة. تاني طلاب ازاي ازبط ال الف بيسوي الف دال. من الوقت احنا عندنا قياس قوس دال هي بيسوي قياس قوس به الجيم. لو ضيفنا القوس دال به للطرفين. وعمل عندنا قياس قوس هيه دال به بيسوي قياس قوس دال به الجيم. وبالتالي عادوا قياس زاوي الجيم بيسوي قياس زاويت هي. يعني كده ان المثلث الف جيم هي ده مسلس متساوي الصاقين الالف جيم بتساوي الالف هي. عندنا اصلا القوسين دا الهية بتساوي بها جيم يعني الوطر دا الهية بتساوي الوطر به جيم. طرح الطرفين هيطلع لنا ان الالف دال هيساوي الالف به وهو المطلوب اثباته. المثال البعضة في الشكل المقابل الف دال قطر و الف جيم مماس و الف ب هو ب هجيم مماسين. اثبت انها قياس زاوية دال ميم ب سوي قياة زاوية الف جيم به. اول حاجة هنا هو المماسات. عندنا اول حاجة الف جيم المماس للدائرة. والف ميم نصكس يبقى زاوية جيم الف ميم بتسعون درجة. نحية الثانية بالمسل جيم به مماس وميم به نصكس يبقى زاوية جيم به ميم تسعون درجة. وانا صحية الالف زاوية الزايت قياة زاوية بيزاوي مية وتمانين درجة ا valores. ازن النظر الاف جيم بهميم شكل ربع دائري. عشان كل زاويتين متقابلتين متكاملتين. وبالتالي هنستخدم خواص الشكل الربع الدائري. بما ان زاوية بهميم دال خارجة عن الشكل الربع الدائري. اذا قياس زاوية بهميم دال هتساوي قياس زاوية الجيم وهو المطلوب اثباته. نروح لسؤال تاني. نسال بيقول الف به قطر في الدائرة وجيم واو مماس ويودة العمودي على الف به. اثبت ان الشكل الاف دال هي جيم ربع دائري. واثبت ان المثلث وهو جيم هي مسلث متساوي والساقي. حين تجي الاول عشان نعرف نثبت ان الشكل الربع دائري يعني تجي الاول بالقطر. هنقول بهم ان الف به قطر. اذا قياس زاوية الف جيم بتساوي تسعين درجة. عشان زاوية محطية مرسومة في نص دائرة. وكده معنا زاويتين. زاوية الف جيم هي وزاوية الف دال هي والاتنين قائمين. والاتنين مجموحة مية وتمانين درجة. هم متقابلتين ومتكاملتين. وازن الشكل الاف دال هي جيم شكل الربع دائري. عشان نزبت الطلب التاني هنستفاد ان قياس بالصفات او خواص الشكل الربع دائري. هنقول بما ان قياس زاوية. واو جيم هي واو خارجة عن الشكل الربع الدائري. ازا بتساوي قياس زاوية الف الدخل عشان زاوية خارجة بتساوي قياس زاوية الاف دا رقم اتنين. ومن واحد واتنين نزبت ان قياس زاويه متساوي قياس زاوية واو جيم هي وبالتلعب المثلس؟ مسلس متساوي الصافي. رح لي المثلة له بعد عندنا صعد وسين عين ممسان ازبحت ان قياس زوية عين صاد هيا بتسوي قياس زوية عين هي صام اول حاجة هدفت جيب له ممسان اللي عندنا هنولبهم ان صعد وسين عين ممسان اذا سان صعد سين عين وثيرما سين صاد بدساوي سين عين ازا قياس زوية سين عين بساوي مية وتمانين ناصر بينها على اتنين هتساوي سبعين درجة يبقى كل واحدة منهم سبعين درجة وبما انها سين عين ده ممس نحن قياس زاوية سين عين صاد الممس هي بتساوي قياس زاوية المحيطية اللي هي عين هي صاد فبالتالي عين هي صاد هتساوي المحيطية داية هتساوي سبعين درجة وبما انها عندنا الشكل اللي هو عين سين هي دا دا ربع دائري ازا انقيا زاوية عين صاد هي هتساوي مية وتمانين ناصر المية وعشر المقابلة لها فهي الثلاثة تطلع برضو بسبعين. ده عندنا زاويتين بسبعين درجة متساويتين. فكده ازا زاوية عين صاد هي. زاوية عين هي صاد. او التالي ده المطلوب لهو طلبوا مننا. راح للمساللة بعد. قولنا الف وهو الف جيم ممسان. ده دايرة صغيرة طبعا. اوجد زاوية ده. ازا اوجد زاوية ده الميم هي. اه واثبت ان الف به بيساوي الف جيم. اول حاجة هنتجي بالممسات. عندنا ممسين. اول ممس اللي هو الالف بي. ممس وبميم ده النص في قطر. فاذا اذا العمودي على الف بي. واقع زاوية الف ده الميم بيساوي تسعين درج. نحية تانية برضو نفس الطريقة. وميم هي نصف قطيرة. يبقى برضو عمودي وبزاويته بتسعين. اللي هو الالف في بيساوي تسعين درج. كده بقي من الشكل اللي عندنا. عندنا التلات زاوية وتضلين زاوية اللي هو شكل الربعي الاف في دال. فبالتالي حجمها التلات زاوية وتراحوا من تلتمية وستين فتطلع الزاوية الميم اللي فضلها بمية وعشرة وده المطلوب الاولين. تاني حاجة طالما عندنا الميم ده بتساوي الميم هي ازا الوطرين حيث لما دي ابعاد متساوية يبقى الوطرين متساويين ازا الالف به بيساوي الالف جيم الاوطار المتساوية على ابعاد متساوية من مركز. راح نبسالة لبعده. يقول لنا البيه والف جيم امسان للدائرة والبيه وازي الجيم دال. اثبت ان جيم به ينصف زاوية الف جيم دال ويوجد قياس زاوية الف. هنقول عندنا دلوقتي زاوية البيه جيم دال زمحتية تساوي نص المركزية المشتركة معها في نفس القوس اللي هي ميم دال هي مية وتلاتين يبقى نصها يبقى زاوية البيه جيم دال هتساوي خمسة وستين درجة. هنستغل التوازن. هنقول بما انه الاف به بيوازي جيم دال. ازا قياس زاوية به جيم دال سوي قياس زاوية الف به جيم. الاف به جيم بتساوي خمسة وستين درجة بالتبادل. مشان عندنا المستقيمين بيوازوا بعد. ونروح للممسات بما انه الاف به والف جيم ما مساء للدائرة. ازا قياس ازا ازا الف بيساوي الف جيم ازا قياس زاوية الف جيم بيه بتساوي قياس زاوية الف بيه جيم تساوي خمسة وستين درجة. يبقى دلوقتي عندنا زاوية الف جيم بيه وزاوية بيه الجيم دا للاتنين بخمسة وستين درجة. ازا جيم بيه حينصف زاوية الف جيم دا. مطلوب التاني عايز زاوية الف. انا دلوقتي عندي زاوية البيه وزاوية الجيم اللي تنبي خمسة وستين. فعشان اجيب زاوية الالف حول مية وتمانين نقص خمسة وستين زاية خمسة وستين فهتطلع زاوية الالف تساوي خمسين درجة وهو مطلوب اثبت. في الشكل المقابل البيه قطر اثبت انها البيه ده اللي هي شكله ربع دائري. هبص للراس ما عندناها لان ترامل البيه ده قطر يبقى لازم زاوية البيه الجيم دي زاوية محوطية مرسومة في نص دائرة فحيكون قائمة فبالتالي قياس زاوية الIF جيم بها ساوي تسعين درجة. هنقول بما ان قياس زاوية الو جيم هو بساوي قياس زاوية الف د اله بتنبي قطر بعض بساوي تسعين درجة وهما مرسومين على قاعدة واحدة اللي هي الالف ه فبالتالي اذا الشكل البي الاف جيم د اله شكل رباع دائري. لابد ثبت ان الشكل البيه جيم دير رباعي دائري. ويحدد اين يقى مركز الدائر المرة برؤوس الشكل الاف ده. هنتجي الاول بالمسلس اللي موجود عندنا. المسلس ال MIKE xi دي. عندنا فيه زاوية باربعين وزاوية بخمسين ونجيب زاوية تالتة بما انها مجموعة زاوية ال Amano درجة اذا انقياس زاوية الدال هساوي مية وتمانين مؤسس اربعين زاية خمسين فاديد طلاح تسعين درجة. هنقول انا زاوية بها الف جيم بتسعين. زاوية بها ده الجيم بتسعين. والاتنين مرسومين على نفس القاعدة في بالتالي الشكل رباعي دائري. طالما زاويتين دولا قائمتين يبقى اكيد مركز الدائرة المرة برؤوس الف بي جيم دال بتقع فيه منتصف بي جيم. رح سؤال اللي بعده. الدائرة ميم ممثل ممثل اضلعش مسلس الف بي جيم دال. احسب محيط المسلس الف بي جيم دال. هنبتدي عشان نحسب محيط المسلس الف بي جيم دال. هنقوله الالف دال والالف هو ممثين. فبالتالي همموتسويين. فيبقى الالف دال بي سوى الالف هو بي سوى سنتي. ونفس الكلام بهدال وبهيه ممسان. يبقى بهدال بي سوى بي سوى خمسة سنتي. نفس الكلام جيم هيه وبممسان. يبقى برضو رب ANDREW بعد. فيبقى جيم هيه وبسعى جيم هيه هو جيم وبي سوى تلata سنتي. كده كم عنا كل الاضلاع المسلس هنجمعهم كلهم يبقى محيط المسلس كلها بعده يساوي 24 سنتي. هنروح للرسمه الاخيرة. اوجد قياس القوس جيم هي وبتقياس زاوية هي سين جيم. اول حاجة هنجيب قياس القوص دا القياس القوص آآ جيم هي. قياس القوص جيم هي عشان نجيبه. هنقول بما عنا ان قياس زاوية دا الجيم به بتسوي ستا عشرين. يبقى قياس القوص دا به ضعفها بتسوي اتنين وخمسين. ومن تمرين مشهور ان قياس زاوية قلق بتسوي نص الفرق ما بين القوصين. فبالتالي الاربعين بتسوي نص قياس القوص جيم هي ناقص اه الاتنين وخمسين. فبالتالي بنحل المعادلة هنوصل ان قياس القوص جيم هي عيساوي مية اتنين وثلاثين درجة. وبعد كده هنشتغل على تمرين مشهور تاني الاولاني اللي هو عن طريق ان دا الجيم والبه هي تقطعهم في نقطة السين. وان طالما كده اقدر اجيب زاوية السين انها بساوي نص مجموعة القوصين. نص اتنين وخمسين زايد مية اتنين وثلاثين. فبالتالي تطلعها اتنين وثلاثين درجة. وكده يبقى خلصنا برجعتنا. وبالتوفية ان شاء الله في الانتحان. والسلام عليكم. الله وبركاته.